واضاف الفريق الملكي للقدرة بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي انجازا تاريخيا جديدا يضاف الى سلسلة الانجازات التي حققها في الاعوام الماضية حيث اعلن مجلس امناء جائزة محمد بن راشد المكتوم للابداع الرياضي عن فوز الفريق الملكي البحريني للقدرة كافضل فريق عربي وذلك بفوزه ببطولة العالم للقدرة للناشئين في تشيلي 2015 وبهذه المناسبة اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ان الانجاز الجديد الذي حققه الفريق الملكي للقدرة بفوزه بجائزة افضل فريق عربي ونتاج للدعم الكبير الذي يقدمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة للحركة الرياضية في المملكة والتي تحظى بمتابعة مباشرة ومستمرة من قبل جلالته الحريص دوما على الوقوف الى جانب فرسان المملكة في مختلف البطولات لرفع معنوياتهم وبث روح الحماس فيهم من اجل تحقيق الانجازات باسم المملكة الامر الذي ساهم في بلوغ رياضة القدرة لمستويات رفيع على المستوى العالمي مشيدا سموه بالدعم الكبير الذي يقدمه صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر للرياضة البحرينية والاهتمام من قبل صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء واشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الى فخره واعتزازه لفوز الفريق الملكي بجائزة تحمل اسما غاليا على الجميع وهو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي يحرص دائما على ترسيخ مبادئ الابتكار والابداع والتمييز بمختلف المؤسسات وخاصة الرياضية منها مؤكدا في ذات الوقت على اهمية جائزة محمد بن راشد باعتبارها من الجوائز التي تتخطى الحدود العربية لتصل الى العالمية وتحظى بمصداقية كبيرة في الاوساط الرياضية واكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الى ان تحقيق الفريق الملكي لهذا الانجاز يرجع الى العمل الجاد من قبل جميع افراد الفريق والطاقم المتكامل من الجانب الاداري والفني والاعلامي والذي عملوا بكل جد واخلاص في سبيل تحقيق الانجاز الكبير في بطولة العالم بتشيلي ووضع رياضة القدرة البحرينية في صدارة الدول العالمية مشيرا الى ان العمل بروح الفريق الواحد كانت السمة الغالبة في الفريق والتي اوصلته الى الصعود على منصات التتويج وكشف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة المضي قدما في وضع الخطط والاستراتيجيات قريبة المدى والبعيدة التي تضمن للفريق استمرارية النجاحات على المستوى العالمي وذلك انطلاقا من الاستراتيجية التي تم اعتمادها الهدف الى رعاية الفرسان ودعم المواهب من الفرسان لتهيئة الارضية المناسبة لهم من اجل الوصول الى تحقيق اهداف الفريق وتأكيد ما وصلت اليها رياضة القدرة البحرينية من تطور ونماء اشتركوا في القناة